وللمتابعة وتفاصيل أكثر ينضم إلينا من بغداد مراسل غاد محمد فاضل محمد إذن المشهد العام في بغداد وباقي المحافظات من احتشاد المتظاهرين وطبعا الاستعدادات الأمنية نعم كوثار هناك توافد كبير إلى ساحة التحرير ساحة التحرير الآن تشهد عدد كبير من المتظاهرين لكن ليس كما روج لها قبل أيام بأن تكون هناك مظاهرات قد تفوق الملايين الذين كانوا يريدون التوجه من باقي المحافظات إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد لكن رغم ذلك لا تزال ساحة التحرير تحتفظ بزخم كبير من المتظاهرين هناك متظاهرين كثيرون يتواجدون في هذه الساحة وأيضا في ساحة الخلاني الانتشار الأمني في بغداد كبير جدا هناك نقاط تفتيشية موجودة قرب ساحة التحرير وقرب المؤسسات الحكومية إضافة إلى مداخل ومخارج بغداد هناك نقاط تفتيش تابتة ومتحركة أيضا على عموم مناطق بغداد إضافة إلى المناطق القريبة جدا من ساحة التحرير هذا فيما يخص الوضع في بغداد خصوصا أن هذا الأمر جاء بعد أن أعلن المتظاهرون يوم أمس بأنهم لم يدعوا إلى تظاهر من المحافظات لكي تأتي إلى بغداد وأيضا مع وجود تخوف من قبل المتظاهرين بحدوث أي صدامات قد تحدث من قبل المتظاهرين كانت هناك أيضا تحذيرات من بعض الجهات من مظاهرات اليوم يعني ما مدى تأثيرها عن الشارع؟ هل هناك مخاوف؟ على ما يبدو أن هذه التحذيرات أخذت بعين جد من قبل المتظاهرين أو حتى من يقومون على تنظيم هذه التظاهرات لسيما وأن بعض الجهات قالت بأن حدثت تظاهر كبيرة فيمكن أن يقع قتلى في خلال هذه التظاهرات ربما كثر وبالتالي أثر المتظاهرون أن يحتفظوا بسلمية التظاهرات وأن لا يقوموا بالخروج من ساحة التحرير أو ساحة الخلانية حتى يوم أمس كان هناك بيان في مكبرات صوت أنه لا تدخلوا إلى المنطقة الخضراء حتى وأن فتحت الطرق لأن التظاهر في ساحة التحرير وساحة الخلانية هو أهم من الدخول إلى المنطقة الخضراء على العموم أيضا السفارة الأمريكية حذرت رعاياها من الخروج اليوم في بغداد طبعا وفي باقي مناطق العراق طبعا ما عدا أقنين كردستان أيضا في البصرة هناك تظاهرات الآن في البصرة قطعة طريق حقل الرميلة من قبل المتظاهرين في أمقصر قطعة الطريق أيضا من قبل القوات الأمنية في كربلاء أيضا هناك تواجد أمني كثير ما تزال مداخل ومخارج كربلاء مغلقة من قبل القوات الأمنية لا يسمح للدخول أو الخروج إلى كربلاء سوى من أهالي المدينة أيضا في محافظة ذيقار أي أقصد الناصرية هناك تظاهرات في ساحة الحبوب لكنها تظاهرات سلمية قائد عمليات الفرات قال بأنه لا يوجد نية لتفريق أي تظاهرات قد تحدث في أي منطقة من مناطق فرات الأوسط أو حتى المناطق الجنوبية سنتابع معك محمد خلال وقفاتنا اللاحقة شكرا جزيلا لك محمد فاضي المرسل غد كنت معنا من بغداد